كابتر رؤية إيراك في وسط ملعب نادي الزمالك النهاردة لا مش هو نص ملعب نادي الزمالك الموسم اللي فات مش أتكلم حتى على الموسم ده لأن حتى إحنا لما بدأنا مع بطل شاد وبدأنا المطش التاني تحس إن الناس برضو كانت قلقانا والناس اتكلمت كتير على مستوى فرقة نادي الزمالك وإن هما الأنين من الفرقة لكن لم فكنت بقول إيه يعني عارف إنت مطشين سهلين وكده كده مش عاملين حسابهم يعني هتكسب في أي وقت فطبيعي إن إنت ممكن تظهر بالشكل ده حتى المطش اللي إنت كسبته خمسة برضو جي عليك فرص كتير وكان الأداء مش هو أداء نادي الزمالك فإحنا كنا مستنين النهاردة مع أسموح نفس القصة أداء نادي الزمالك حتى الآن مقلق تفسد بيه بص يعني في حاجات كتيرة ملحوظات كتير يعني أولاً التشكيل بالنسبة لما وجهة نظري يعني أنا شايف إن التشكيل فيه فيه أخطاء يعني مثلاً أنا النهاردة أنا لسه زكريا الوردي مش حاسه أوي كاتفيندر وإنت النهاردة حطيت إمام عشور بعد معاقبته طالما حطيته في لسكور لعبه يعني لو هو يستاهل يلعب يلعب فإنت النهاردة إمام عشور لابد من وجود إمام عشور جنب أشرة فرقة ده فرق كتير النهاردة حطيت عمر جابر وساد نمار والإتنين قفلين على بعض ولعبت بتلاتة في نص الملعب آآ بتلاتة في خط الضهر تمام بما إن محمد عمغاني بيميل شوية ناحية اليمين ساعد بيبقى باك رايت فدي برضو وحطيت زيزو اللي هو أصلاً الأفضلية ليه ناحية اليمين حطيته ناحية الشمال فممكن وعد يقولك إيه طب ما هو كان ناحية الشمال في ماتشة أفريقيا لا برضو إحنا بنتكلم الخصم غير الخصم فرقة سموحة فرقة محترمة تمام كابتن طري العشري دارس بشكل كويس قوي زي ما قال حسن هو غير من أسلوبه يعني ضغط على نادي الزمالك من قدام لأنه هو عارف إن نادي الزمالك كمان مشكلته النهاردة إن التحضير حتى لما كان بيحضر كان بيحضر البط ما كانش بيطلع بسرعة فده سهل على الكابتن طري العشري ولعبة سموحة إن هي تضغط بشكل كويس قوي وتقفل مساحات وخطوط كمان سموحة مع الترحيل قفلين على نادي الزمالك مع أن أنت مش عارف تخرج بسرعة فهو طبق الحتة دي بشكل كويس فأنت النهاردة لما تيجي تحط زيزو ناحية الشمال فانتخسرته حطيت عمر وحطيت نمار ناحية اللي مين فقفلوا على بعض تمام فدي مشكلة مع أن زكريا الوردي بطيء برضو في نص المرعب مش منه اللي هو بيكمل مش منه اللي هو ممكن مثلا يشط لك شوطة يعني مفيش حتى غير واحدة بس في الشوط الأولاني اللي كمل فيها اللي يابد مره ولو هو سبأ لأحمد فتوح كمان كان جابر جابر مسترية تمام؟ فانت الشوط الأولاني قابلك مشاكل كتير جدا حتى لما الوينشت صاب يعني أنا قلت هينزل إمام عشور ويحط عمر جابر بكرايت كانت الدنيا ممكن تتعدل شوي إمام من نوعات لما يجي يطلع وينزل هيغير الطريقة أنا بتكلم وجهة نظري هو لو يعيش يغيرها يعني عمر جابر يلعب بكرايت تمام؟ وكان إمام ينزل في نص الملعب وعايز أقولك كمان إن كان ممكن نمار يخرج وزيزو يروح ناحية اليميل ويوسف السامنة بيه ينزل من بدري يلعب في الحتة دي حتى هو لما يعني يعني هو حتى في الديقة في الشوط التاني بين الشوطين لما غير إمام وغير شيكة والدنيا بدأت شوية تتزبط خد بالك يعني الدنيا بدأت شوية تتزبط مش اللي هتزبطت مية المية خد بالك نادي الزمالك من بعد الهدف هو مسك المطش قبل الهدف لأ يعني من الديقة 79 حتى بعد التغييرات لكن هو بدأ يحسن الأمور سنة